ترأس غبطة البطريارك بيرباتي سابت سبع لبطريارك القدس اللاتين قداسا إلهيا في كنيسة الصليب المقدس في العاصمة القبرصية نيقوسيا جاء ذلك خلال حفل تدشين نيابة البطرياركية اللاتينية في قبرص حضر الاحتفال عدد من الأباء الكهنة وبهذه المناسبة عين غبطته الأب برونو فريانو نائبا للبطرياركية اللاتينية في قبرص خلفا للأب جيرزي كاراج الذي خدم النيابة لمدة تسع سنوات وهنأه على منصبه الجديد كما قدم العديد من الكهنة التهاني للأب برونو وبعد القداس توجه الجميع إلى النيابة الجديدة حيث بارك غبطته المبنى وعلق الصليب المقدس على مدخله